أجواء مشحونة وملتبسة تعيشها العاصمة الإيرانية طهران فمع اقتراب موعد الثاني عشر من الشهر الجاري والذي من المفترض أن يعلن فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بخصوص الاتفاق النووي مع إيران تشهد أسواق العاصمة تراجعا كبيرا في عدد مرتديها وذلك مع ظهور ميل واضح لدى المستهلكين نحو عدم الإقبال على الشراء من أجل الحفاظ على السيولة النقدية في ظل مستقبل ملبد وغير واضح المعالم ليس من الجيد دوما أن نلوم أمريكا وترامب على مشاكلنا أعتقد أن الأساس في مشكلاتنا هو داخلي خاصة في قلة التنصيق بين حكومتنا والمؤسسات الأخرى الأجواء المشحونة عكست على سعر صرف العملة في السوق السوداء وبات الدولار الواحد يساوي أكثر من سبعين ألف ريال وهو تقريبا ضعف السعر الذي حددته السلطات وفي الوقت الذي انتظر فيه الإيرانيون طويلا أن يعود عليهم الاتفاق النووي ببحبوحة اقتصادية عبر بعضهم عن إحباطه لبقاء الأحوال الاقتصادية في البلاد على حالها لم نرى أي نمو اقتصادي في البلاد ولا أي منفعة عادت على الناس حتى هذه اللحظة الاتفاق النووي قد يكون حقق بعض الفوائد ولكنها ليست الفوائد التي توقعتها أنا وأمثالي من أبناء الشعب مشكلتنا الاقتصادية ليس لها أي علاقة بالاتفاق النووي أو ترامب مشكلتنا هي أن المسؤولين يفكرون فقط في جيوبهم ولو أنهم فكروا فعلا في مصالح الناس لما كانت مشاكلنا الحالية موجودة هذه النار المشتعلة تحت الرماد في الشارع الإيراني لا تلبث أن تظهر على شكل مظاهرات واحتجاجات حيث أشارت صحيفة والستريت جورنل إلى أن مدن إيرانية مختلفة شهدت في الآوينة الأخيرة إضرابات مشتركة من قبل المعلمين والعاملين في قطاع السكة الحديدية والقطاع الصحي بالإضافة إلى عاملين آخرين في مجال الصلب مشهد إيراني يأتي بالترافق مع تعالي أصوات المعارضين في البلاد لإنفاق ملايين الدولارات على التدخل العسكري في سوريا ومساندة حزب الله اللبناني بدلا من دعم الاقتصاد المحلي الذي يشهد ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 10% سنويا بالإضافة إلى مطالبة هذه الأصوات المعارضة التصدي لمشكلة البطالة التي تعدت نسبتها 12%